المقام بصفة الحياة وأنه من صفاته تبارك وتعالى أنه حي فما الحياة هي من أجل المفاهيم وأرقاها وأفضلها ومن أصعبها بيانا فما الحياة معنى الحياة ما هو مفهوم الحياة ما هو كيف تفسر الحياة حتى في الحي الممكن من العناصر الحية حولنا من حولنا تصف عناصر تارة بالحياة وأخرى بالموت والجماد فتوصيفك لها بالحياة ما هو أقول حقيقة تعرف حياة الحي بآثارها تعرف حياة الحي بالآثار فما الحياة قال بالأصل اتصاف الموجود بالحياة اتصاف على مستوى الاشتراك المعنوي فإن الحياة الموجودة في عناصر الموجود تشترك فيما بينها وتختلف شدة وضعفا فهي من المفاهيم المشككة كيف يقول فالنبات حي والحيوان الغرائزي حي والحيوان الناطق حي وهناك من الحياة أرقى وهناك من الحياة أرفع وهناك من الحياة أشد وهناك هناك من حياة تناسب الذات كل هذا حي وتوصيفنا للعالي والداني بالمفهوم ذاته من باب الاشتراك المعنوي كاتصافنا بالوجود وتوصيفه تبارك وتعالى بالوجود أيضا فتقول أنا موجود وتقول الله موجود هذا الوجود نسب إلينا إلي وإليه تبارك وتعالى مع الفارق الفارق بين الغنى والفقر في الوجودين فوجوده وجود وجوب ووجودي وجود فقر وإمكان هذا الذي كنت قلته سابقا بأنه اشتراك معنوي يسمى ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز اشترك في شيء هو هو المائز بينهما هو هو بممتاز الوجوء بممتاز الواجب في وجوده قال في عين وجوده فوجوده واجب ووجودك وجود مضمح الفقير ممكن كالشمس والشمعة كلاهما منير وأين أين نور الشمس ونور الشمعة هذا نور وهذا نور والمائز في النورانية نفسها أليس كذلك اشتركا في النورانية وامتازا فيها فالحياة هكذا نصف نباتا بأنه حي والنبات على أصناف ونصف حيوانا بأنه حي والحيوان على أصناف ومراتب منه الغرائزي ومنه الفطري ومنه الناطق وكله حي وفوق الحياة الحيوانية والحياة الإنسانية حياة لمن تجرد عن الجسم كالملائكة مثلا وبعض الحياة أرقى كأن يتصف بها من هو تجرد عن الجسمية وعن الجسمانية يعني غير ممكن فيكون اتصافه بحياته يناسب ذاته أقول حدد لي الحياة في كل هذه الموجودات حيث وصفنا نباتا وحيوانا وإنسانا يمكن أن يقال إن كل ما حولنا من حولنا حي بأي اعتبار سأتي على ذكرها فما فهم الحياة ما هو قال نفهمه سلبا أكثر من إدراكنا له ثبوتا وإثباتا حي أي غير غير كذا وغير كذا وغير كذا غير عاجز غير جامد غير غير وهكذا وإلى هنا يتضح ما كنا قد ذكرناه سابقا يا أحبة بأننا نفهم من صفاته السلوب والإضافات أكثر مما نفهم من صفاته الثبوت والإيجاب أنا أفهم أنه تعالى عالم أي أفهم أنه سبحانه غير جاهل بأي أنحاء الجهل أفهم أنه قادر أي غير عاجز أبدا أفهم أنه حي كيف أفسر لك الحياة هنا وأنا أعجز عن تفسيرها بحياة الممكنات بل بحياة أضعف الممكنات إن وجد بين الممكنات أضعف وأقوى إن وجد بينهم قوي وضعيف قال والله العالم حسب الظاهر ما اشترك في الحياة هو أثران هو أثران أثر أول يظهر من كونه حيا أنه نام أنه متكاثر أنه متحرك أنه أنه هذه آثار كونه حيا ابتداء من وترقيا إلى فخذ النبات مثلا حي وغير حي إدراك كونه حيا معرفة كونه حيا أنه ينمو جيد أنه يتكاثر أنه أنه قل في مثلها انفعال فعل وانفعال إذن من أهم آثار الحياة الفعل والانفعال وهذه الخصيصة تجدها ملازمة للحياة في كل موجود وصف بأنه حي وتترقى بحسب الذوات التي تتصف بها سميت الحياة هذه بالإنفعل والانفعال تجوزا وإلا هي بالضبط فعالية الحي فعال مؤثر قادر على يؤثر في ومن خصائص الحياة أيضا أنه يتأثر يؤثر يتأثر يتحسس يحسس يبدي يبدا إليه بحسبه بحسبه يشعر يستشعر أقول هذا مصرا عليه حتى في مقامات النبات فإنه لا جدال اليوم بين الإختصاصيين بأن النبات يتحسس يتأثر بعوامل من حوله بعوامل من حوله إذن من عنصر النباتي وجدنا الفعل والإحساس إلى الحيواني نجده فعالا بطريقة أشد ومتأثر بطريقة أشد من عنصر وصف بأنه حي نباتي فالحياة الحيوانية تناسبها والحياة النباتية تناسبها تناسبها في ماذا؟ في فعاليتها وتحسوسها في فعاليتها قل وإدراكها تدرك ذاتها تتأثر بذاتها تؤثر بفعلها ولذا أطبق المتكلمون والفلاسفة على شرح الحي بأنه الدراك الفعال عندما يوصف عنصر موجود بإضافة الوجود إليه يضاف إليه الحي فيقصد من الحي الدراكية والفعالية فاعل مدرك أي مؤثر متأثر أو متكاثر منتج ما تشاء من توصيفات تناسب الذات التي وصفتها بالحياة فإنك حي في فعاليتك وفي دراكيتك وإن النبات حي في فعاليته لا في الفعالية في فعاليته ودراكيته ألا يتكاثر ألا ينمو ألا يذهب عرضا وطولا ألا ألا هذه فعاليته هذه دراكيته والحيوان الغرائزي هكذا أيضا والحيوان الناطق هكذا غيره وأرقى منه كيف لا أقول يتكاثر هو بالضرورة أن الحياة يتكاثر قلت هذا فعله أقول أفعاله فعاليته تناسبه وهكذا فمن حياة النباتية إلى أرقى للمتجرد على الجسمانية أو المتصف بعنصر أقوى مما كان في الأضعف وهكذا على هذا وصل المصنف حفظ رحمه الله إلى قوله بأنه فعال دراك يدرك ويفعل فالحيو هو هذا قال الصفة الثالثة الحياة إنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا فيكون حيا بالضرورة إذا التفتتم كنا قلنا وهي القاعدة الثابتة عندنا ستمشي معنا في كل أبحاثنا إن كل صفة تثبت أختها وهي ثابتة للذات ليست الذات الموجودة لها العلم لا علمه ذاته وقدرته ذاته هو حي هو قادر قل هو حياة هو قدرة هو علم قال الصفة الثالثة إنه تعالى حي نثبت له صفة الحياة لماذا قال لأنه قادر عالم نحن انتهينا من كونه قادرا عالما مختارا يدرك ما يفعل يختار ما يريد يجيد ما يريد مطق إلى كل هذه الصفات الكمالية والجمالية قال يضاف إليه أنه حي لماذا من شرط وجوب وجوده وجوب حياته قال لأنه قادر عالم ما الربط بينهما قال فيكون حيا بالضرورة أقول من صفاته تعالى من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا فقال الحكماء وأبو الحسن البصري وكذب أبو الحسين البصري قد يكون أبو الحسين البصري حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم وقالت الأشاعرة هي صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذه الصحة والحق هو الأول إذ الأصل عدم الزائد هذا بحاجة إلى تفصيل أولا توصيفه رحمه الله وارتضاؤه لقول المتكلمين والحكماء بأنه تعالى حكيم بأنه تعالى حي بمعنى قادر عالم هي عبارة أخرى عن الفعالية والإدراك عالم أي دراك قادر أي فعال لماذا قلت أنا هذا خلوصا إلى هذه النتيجة بس لما قلت حي أي دراك فعال لأننا انطلقنا مما ذكرنا من أن الحياة مفهوم مشكك يتصف به كل موجود وليس كل موجود موصوف بأنه قادر عالم صحيح لأن القادر مختار وليس جميع عناصر الإمكان مختارة كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها هذه لا توصف بأنها قادرة إذ لأنها ليست مختارة ولذا خير من هذا التعبير أن تقول حي أي فاعل فعال ومدرك هو وصفه بأنه عالم لكن خلوصا إلى هذه النتيجة الشريفة لأننا في مقام إثبات صفات أحسنت لأننا في مقام إثبات صفات واجب الوجود يقول خلوصا من عالم الإمكان وتوصيف الذوات الممكنة بما هي أهله من الفقر والضعف قل توصيف الواجب تبارك وتعالى بما هو أهله من القدرة والعلم إذ هما الغناء إذ هما الغناء ونحن قائلون بأنه تعالى علم وقدرة أصلا كما تقول إنه تعالى حي حي صفاته عين ذاته بل قل هو الحياة هو الفيض الحياتي هو الفيض العلمي هو الفيض الوجودي وقصدي بالوجودي بكل كمال وجمال بكل غناء وليست صفة الحياة زائدة على الذات كما يقول الأشاعرة وأذكر كلمة لعظيم من عظمائهم لكبير منهم مفسر القرآن أتى على هذه الكلمات فقال إن أصحابنا قالوا بالقدماء الثمانية إن أصحابنا قالوا بالأقانيم الثمانية لأنهم أثبتوا صفات سبع للذات فقالوا ذاته غير صفاته ولم تنفصل عنه لحظة فأثبتوها مستقلة عن الذات قديمة أيضا فالقدماء ثمانية ذات وعلم وحياة وقدرة إلى آخره لكن نقول بأن الصفات عين الذات لا على مستوى الاتحاد حتى مستوى الاتحاد لا نقبله لأنه قد يوهم مغايرة ثم اتحاد إن صح التعبير بالاتحاد فلا بأس لكننا نخش من إيهام اللفظة بغير ما نريد ليست أثنتين ذات وصفات بل لهذا قلت ليس الذات لها العلم هو العلم هو القدرة هو الحياة يقول والحق هو الأول يعني عدم زيادة بين الذات والصفات يقول رحمه الله إذ الأصل عدم الزائد ما شاء الله ما شاء الله أين نحن وأين أخذتنا عالمنا الشارح الكريم الأصل عدم الزائد يعني نحن في مقام الفقه في مقام الأصول في أي مقام من العلوم حتى يقال إذا شككنا فهناك أصل نرجع إليه قال لا ليس لهذا قلت أقول هذا حكم العقل بمعنى العقل يأبى الزيادة العقل الذي فرض ذاتا اسمها واجب الوجود مش أنه فرض واجب الوجود ثم فرض له علما وأبد هو فرض ذات الواجب الغنية المطلقة في غناها والحق هو الأول إذ الأصل عدم الزائد ما أي أصل نرجع إليه عند الشك قال لا الأصل العقلي الذي فرض وجوب الوجود لواجب الوجود لم يفرضه دفعتين مرتين بزيادة الثانية على الأولى فرضا لم يفرض وجوب وجود لذات ثم فرض وجوب وجود لصفات إنما تعقل العقل وجوب وجود الذات العالمة الغنية المطلقة القادرة هكذا والحق هو الأول إذ الأصل عدم الزائد والباري تعالى الباري من البرء والبرء هو الخلق والخالق الصانع تبارك وتعالى قد ثبت أنه قادر عالم يعني لم يثبت أنه صفة لها قادر عالم نحن من القدرة أثبتنا الاختيار والعالم هو اللازم للقدرة أصلا فيكون حيا بالضرورة وأي حياة أرقى من الفعالية والدراكية إلى الغنى المطلق فلما نقول الله حي عرفنا آثار الحياة انطلاقا من ذوات لها حياة الممكنات وصولا إلى حياة مفيض الحياة عز وجل رأيت أن كل ذات يناسبها فعاليتها من عناصر الوجود حيث هي علل معدات تؤثر وتتأثر فالتكاثر دليل حياتها ونموها دليل حياتها وتحسسها دليل حياتها إدراكها أيضا كذلك هذا لا يرفع عجزها لأن ذواتها قاصرة في قدرتها فإذا وضعت الحياة صفة لجسم أرقى من النبات فيضم قدرة كل النبات ويزيد هذه الزيادة ولعنط الله على يزيد هذه الزيادة في توصيف الحياة الحيوانية بأرقى من توصيف الحياة النباتية بها الامتياز اشتركا بأنهما حيين بأنهما حيان وامتازا بحياتيهما فالحيوان يضم قدرة النبات كلها ويزيد ولعنط الله عليه يزيد فينمو كما تنمو ويتكاثر كما تتكاثر ويتحسس بأرقى أنا قلت لا ننكر الإحساس للنبات ويتحسس بأرقى وينمو بأوجه ويتكاثر بأوجه أوجه يعني أظهر خذ الحيوان الناطق فيه الحيوان ينمو يتكاثر يتحسس يدرك ما كان إدراك الحيوان الصامت فيه غرائزيا وأنا قلت قد يكون هناك من المخلوق ما بين الغرائزي والناطق هو الفطري قدرة رائعة على كل حال إذن خذ الفطري فيزيد فوق هذه العناصر كلها زيادة أخرى والناطق يزداد قوة في حياته عن الكثرة والنمو والإحساس إلى الإدراك وأي إدراك؟ إدراك فطري يختار بين المضر والنافع أو يدرك قل يدرك الضرر والنفع فيختار أو قل يدرك الضرر والنفع ويدرك السيطرة على الخيارين فيختار لا قل فيحسن الإختيار إدراك أرقى إدراك أرقى يعني الحيوان الغرائزي قد يكون أمامه خياران فيختار ولا يدرك 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 الدخول في هذا المضيق والخروج إلى ذلك المتسع خياران اختار الضيق إذا عرف الخيار مع الخيار فلم يحسن الاختيار أصله موجود قل الحيوان الفطري يتمكن من كل هذا النبات وكل هذا الحيوان وكل 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 ويختار ويحسن الاختيار الناطق من الحيوان من آثار حياته غير الكثرة والنمو والتكاثر والبقاء والصلابة والفعل والتأثر والتأثير قل والإدراك يدرك فيحسب على نظام المنطقي لا على حساب الفطرة يعني يوجد حلولا وقواعد يوجد يبتكر يبرر علاقات عناصر الكون بعضها في بعض هذا الفن اللطيف المسمى بتبرير الفعل والانفعال في الكون شو هو في زيادة هو عبارة عن تبرير تبرير الفعل والانفعال تبرير التأثر والتأثير في الكون كله في عناصر الكون يدركه الحيوان المنطقي يا حيوان الناطق ناطق من المنطق يدركه لكنه على إدراكه وعلى دركيته وفعله فقير محصور عاجز ملبس بثمن ملبس بثمن يعني له ثمن لأنه محصور بجسد مقيد بجسم طاقته محصورة بقفصه مقدرته مقننة بماديته لأنه إنسان لأنه موجود مادي جسم جسماني يعني لا يخرج من عناصر الإحاطة بالجسم وهما الزمان والمكان هما يسمى الضرم الظروف فيهما جسماني جسم وجسماني قد تجد موجودا أو تعقل موجودا غير جسم لكنه جسماني كالجن مثلا قد لا يكون له جسم مشخص أمامك كما تقول لكنه جسماني بمعنى مأسور مرهون للزمان للزمان وللمكان يعني لآسري الجسم ولذا تسمعهم أحيان نقول جسم وأحيان نقول جسماني أحيان يقول ماد عين الماد وأحيان يقول ماد الفرق بأن الجسم هو الذي يملأ حيزا هذا يتقدم في الدروس السابقة الجسم يملأ حيزا والحيز هو المتوهم من المكان المتخيل جيد فالمكاني والجسماني عفوا المكاني والزماني هو الذات الشاخص فقد يشخص فيقال جسم وقد لا يشخص فيقال جسماني معلوم أن هذا الشاخص أو أن هذا الحال في هذا المحل مادي جسماني من هذا العالم يرتقي الموجود الدراك والفعال من جسمه إلى جسمانيته فهل يرتقي فوق جسمانيته نعم يرتقي التوصيف يعني أنا مش عم أقول أنه النبات نفسه هو يرتقي من نباتيته إلى حيوانيته إلى فطريته إلى ناطقيته لا 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 أقول الموجود الموجود فالنبات موجود وأنا موجود الموجود تكون حياته بآثارها هكذا ثم هكذا فعرفنا أن الإنسان حيوان ناطق بمنطقيته يمتاز بعد أن يشترك بجميع تلك الآثار الحياتية لمن دونه يمتاز عمّا دونه بالناطقية فإذا فرضنا موجودا غير جسم لكنه جسماني بلا شك يكون قد تحرر من القيود المادية بذاتها مثل الإنسان بعد حين مثل الإنسان نفسه بعد حين ستكون فعاليته ودراكيته غير محصورة بعالم الجسم والجسمانيات هذا يخصنا نحن المسلمين حيث آمنا بالكتاب العزيز وخاطبنا القرآن الكريم برقي وجودنا اللاحق لابرقي موجودنا اللاحق نمط الوجود اللاحق هناك سيكون الإنسان دراكا فعالا يجتمع فيه آثار جميع ما تقدم ويزيد ولعنة الله على يزيد وهكذا فإذا وصفنا الحياة بآثارها ووقفنا على الحياة بأخبارها فما كان خالقا للجسم والجسمانية مفيضا عليك نعمة الجسم والجسمانية فهو بلا شك ولا ريب بعد كونه قادرا وأي قادر عالما وأي عالم هو حي بالضرورة وأجمل تعبير هو ما ذكره الماتن وقدس الله سره قال فيكون حيا بالضرورة يعني بالبداهة لأن القدرة والعلم صارا مشيرين إلى كونه حيا بالضرورة لأن الأقل منه الدراك والفعال هو أو الإدراك والفعل هو هما المميزان لكونك حيا أو لكون الموجود حيا فالدراكية والفعالية تجتمع في الموجودات كلها فهي في جانب الحق تبارك وتعالى قدرة وعلم فالقدرة هي أعلى مراطب يعقلها العاقل من الفعل الفعالية القدرة والعلم بمعنى الإحاطة التي كنا ذكرناها عند المولى تبارك وتعالى هي أرقى يعني هي الأكمل يعني هي الصفة الكاملة التي يفرضها العقل للإدراك ومن صفاته تبارك وتعالى أنه مدرك المدرك سيأتي تفصيلها إن شاء الله لاحقا هي بمعنى اللاحق والمحيط المدرك هو اللاحق والمحيط كلمة اللاحق قاصرة بس قصدي منها اللاحق يعني المدرك يعني حتى أنا عبرت المدرك الواصل إلى كل شيء المهيمن على كل شيء اللاحق بكل شيء لا يفوته شيء ولا يسبقه شيء هذا هو المدرك ولذا يقال أدرك هو يعني وصل إليه يعني أحاط به جيد هذا عندنا من القدرة فقدرة الواجب تبارك وتعالى واجبة الوجود أيضا و علمه واجب الوجود أيضا كلمة أيضا مش عم بثني واجب الوجود لا لا أقول يثبت العقل وجوبها هذا قصد واجب وهما المشيران بالضرورة إلى كونه حيا وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله الطاهرين